اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنتكلم فيه النهاردة ايه هو الورقة الامتحانية النهاردة الورقة الامتحانية كالتالي عبارة القطع عبارة عن لتر خطاب زي ما قلنا احنا قلنا فيه قطع احنا قدمناها وقلت خلي بالكم لو جه لتر خطاب هيحصل في ايه طيب عدي نقطة النقطة تانية بالنسبة لموضوع الستياسيون المواقف زي ما تعودنا الحمد لله خدنا مواقف كثيرة جدا جلنا اربع مواقف برضو اختيارات وهنتكلم عنهم الوقتي الجزء اللي بعده اللي هو الجزء بتاع اللي هو الاسئلة العامة سواء كان كي بارلاكي او واسكم بونطاندر سفراز او قلنا اوبوتون لير اي نقرأ او الاخير اللي هو ريبريك طعا جاولنا النهاردة كي بارلاكي وجاولنا اللي هو ريبريك الجزء الاخير الجرامير زي ما احنا الحمد لله توقعنا قلنا المسترب الحمد بتحاول وقد امكان تعمل امتحان سهل وقد فعلت بمعنى الامتحان اللغة الفرنسية جهت بطريقة يمكن من اسهل الطرق اللي بقى لنا فترة طويلة جلنا النهاردة الامتحان القواعد جاتنا عليها اختيارات تمام واذا كان في صالح الطلبة الحمد لله مش كان ضدهم اذا في اللغة الفرنسية بتعود لمجدها القديم تاني اللي هي تبقى اسهل ما تخيلوا بعد كده جم تلت كلمات دخل كل كلمة في جملة ثم جاء موضوعين النهاردة هنكلم الطلبة اون دريكت بقى النهاردة انا مسك الورقة وهكلمكم بطبيعتي زي المنكر المعتاد الحمد لله النهاردة اتمنى لكم يا رب بالتوفيق بازن الله كل واحد هيمسك ورقته في ايديه ويشوف هو عمل صح والله غلط هنقرأ مع بعض كلمة كلمة بيقول شار جن عزيستي جن طبعا مين اللي كتب يا جماعة مين اللي كتب الخطب ده بنت اسمها هالة هالة بعت لصحبتها جن بي تقول لها جي بودري تو راكوتي انا أريد ان احكي لكي كمان سي پاسي من ويك اند كيف قضيت عطلة الوسبوع تي تسوين اندت الزاكري دي سي دوز امي الساديقاتين كو جاوي انفتي اللتي دعوتهم بولين وصارا بنت اسمها بولين وصارا سنت عربي واصلوم وندري دي سوار واصلوم الگوماع مساءن الزام باسي تو لويك اند افك مو و هن قضينا نهايت الوطلة معين بعدكدا سي سمساتيك ده جميل ماهن نوز اون او كلكو براب لكن حدست لنا بجد من مشكلات دابور اولا السمدي ماتن السبت صبح اولا السبت صبح إن إنساندي أوليو دان ماريو. إنساندي معنى حريق حدثة بالقرب أوليو واقع دان ماريو في شريع بتاعي. أعطي أن الحظ، إنساندي معنى حدثة بالقرب أوليو. والمطاف وصلوا إميديتما في الحال، لكن كل الشارع كان مزدود. أعطي أن الحظ، إنساندي معنى حدثة بالقرب. أعطي أن الحظ، إنساندي معنى حدثة بالقرب أوليو. إنساندي معنى حدثة بالقرب أوليو. إنساندي معنى حدثة بالقرب أوليو. فكرة الأخيرة، اي دي غاتو وغاتو اه سيزهر في الساعة السادسة نوزاون ديسيدي نحن قررنا دي رنتري اهلا ميزان بان نعود للمنزل اه بي على الاقدام مي الا كومنسي اهناجي ولكن بدأ تساقط الگاليد اي نفري تنبات اه صفة حقيقية دي نيج من السلغ كم سلس كو نز اون ديسمبر دورني مية لما تحرست في ديسمبر الماضي بيان سور بيتاكيد سي تري جولي كا انا مون تاقدان مي پا تريزاگرياπل لكن لسي سعال اطلاق نو صم عررر أهلا ميزان اي بيزان نحن وصلنا إلى المنزل اي بيزان موغهدين في المساء نحن أخذنا سلاس واجبات في العشاء حضراتكم دكت الكتعة يولاد نيجي النهاردة حضراتكم بقى لي الأسئلة هنمسك سؤال سؤال ونشوف مع بعض أول جملة سدو كومون هزيه الوثيقة بارل برينسيبالمن هزيه الوثيقة بتحدث بالصفة السيئة دين انسوندي دين كونجي دين تومبات هنختار رقم بي طبعا عطلة طبعا الأولية انسوندي حريق غلط الأخيرة تومبات على صفة غلط ثاني جملة لتغوا في التلات بنات سنتالي ان فيل ذهبوا ها للمدينة ايه انفوتور ابيي انبوس ها راح بقيها انبوس بالاوتوبيس ثالث جملة للي پمبييار ريگال المطافي سنتعرفي واصلوم تي دي سويت انه رتار دان لأبرميدي ريگال المطافي واصلو ها واصلو ايه طعا الأولية تي دي سويت فيل حال رقم 4 رقم 5 رقم 5 رقم 6 رقم 6 رقم 6 حضراتكم نأتي يا جماعة للفريو فو صح وغلط بيقول الفيبو انفان دو لاجورني جو جميل كم فينهاية النهار فو غلط بولين وصارا سان غستي ان سمان شهالا بولين وصارا بقوا في منزل الملت اسبوعين دهالا طعم فو غلط ثالث جملة يوجد حريق في عمارة هالا كان يوجد حريق في عمارة هالا لا ده كنت تقول فينهاية الشارع انسي فو 4 رقم 5 رقم 5 رقم 5 رقم 5 رقم 6 رقم 6 رقم 6 رقم 7 رقم 6 رقم 5 رقم 7 رقم 7 رقم 5 محبا هذا خيار ومع رقم 7 طبعا أو لا ي USE المدرسة أفعله لديكمر في مدرسة فكرة ترغب 1990 هتقول له اذهب للمدرسة بانتظام السؤال الثالث يا أولاد السؤال الثالث زميلك بيقول لك انك بتقرح الصحف شك جور كل يوم كلام بخدنا كتير طيب اخد انه واحدة مكتوب نميرو أ جولي انا اقرأ لجورنو كوتيديان انا اقرأ الصحف جورنو يعني اليومية كل يوم لكن تعرف النصر يا جماعة ابدو مدير اسبوعية الكلام لا ينفعش دراكات الاهرام ابدو مثلا طيب والاخيرة جولي لجورنو منسيال انا اقرأ الجرائل الشهرية لا احنا اتفقنا طالما كل يوم يبقى كوتيديان حضرتكم رقم اربعة انت بتسمع او حضرتك بتسمع بصعوبة متحدثة الرجل يكلمك ستقول له انا الرقم اللي معك في الورقة رقم ب تحدث بقوة لو سمحت تحدث بقوة لو سمحت حضرتكم نأتي للسؤال الرقم ثالث اللي هو من يقول هذه الجمل معذرة بس الصوت معلش عفوا لكن دم اقاول من يقول هذه الجمل بيقول عندك اختيارات عندك اول كلمة راكب كلمة متسا طبيب بوليسي شورتي ان اوتس دولار موضف الطيران وان انترنار مدرب اول جملة ستنتغدي دي ساسونيسي ممنوع الوقوف هنا ماذا يقولها يا جماعة؟ طعن رقم اللي هي ثلاثة اللي هي بوليسي شورتي تاني جملة رالونتي بط أو هدي الفو اي جن الاشارة جن صفراء مين يا جماعة؟ هنقول كده اللي هو الراكب ثلاثة يجب ان تأخذ الدواء ثلاث مرات يوميا ده مين ده؟ هنقول كده يا جماعة اللي هو المدسا رقم اربعة يجب عليك ان تابع الخطة اللي كي تحصل على كأس افريقيا ده مين ده؟ الانترنير المدرب نزلون التغير ده مين ده نحن صوفه نهبط بعد بضع دقائق افخير خمس دقائق مين ده يا جماعة؟ او من اللي يقول لكلام ده ان اوتس دولار مضيفة الطيران نأتي حضراتكم للسؤال اللي بعده اللي هو سؤال نميوه بي يحنا خدنا نميوه ا كده خمس درجات وسؤال بي علي برضه سنك نوط سنك نوط عندي بيود يا جماعة الابواب الجاردة اللي اول كلمة في ديفر احلات متنوعة او الحوادث تاني كلمة ايكونومي اقتصاد تالت كلمة سنتي صحة رابع كلمة راديو اي تيفي راديو تليفزيون خمس كلمة انفرومان البيئة اول جملة كنفيرانس سور لابوليشون دولو مؤتمر عن تلاوث دولو هاقول ايه يبقى طبعا نعبار عن انفرومان البيئة تاني كلمة اللي پمپيرانان ديگاجه دمور يسنكي بلسي رجال المطافي ساحبون اثنين موت او خمسة غرحة دعبار عن ايه في ديفر احلات متنوعة او الحوادث او صفحة الحوادث نايل سور ديستهر اميشيون سور لبوبلم دي جان نايل سور الساعة خمسة مساءن برنامج عن المشكلات الشباب يبقى عن ايه راديو اي تيفي سنكون مليون لبوبسيان برنامج عن المشكلات خمسة مليون جنيه لتحسين وسائل المواصلات يبقى عبار عنها ايكونامي اقصاد نوفال ميتود طريقة جديدة لعلاج امراض القلب يبقى عبار عنها سون طبعا الطالبة اللي قابلوني النهاردة او كلموني النهاردة بعد الاجزامات يا مسيو طيب في حاجات انا عاوز الطالب يقتنع باللي بيحله اختارها ليه النهاردة هنتناقش مشكلة وخلاص ويمش لا نفهم الاول انا اخترت ليه اول جملة قاعدة سي سي الفي فروع لو القو بارد طب داكي لابريزان يبقى التاني افتور سيمبل جو ايه في المسابل هنا اللي فنوس جو رستي غي انا سابقى على ميزان لو كان القو بارد جو رستي غي على ميزان اللي فنوس تاني قوم لام ندباس بالا فيتس لا تقاوز السرعة نوات كوندوزان لavoاتور في قيادتك السيارة دا قارج اسم الفاعل اخد لها انا واحدة اخد لها انا ان اخد لها انا ان اخد لها انا اخد لها انا واحدة ان اخد لها انا واحدة طبعا طلبة كتير خدوها اجريك احنا قلنا يا جماعة ما ينفعش اجريك ليه لو كنت بقول جي في او تياتر بوروار ام بياس او كلام دا كنت تخطي لها مثلا اجريك لكن هنا بيقول اون تووف انتريسونت بنجد ايه مفروض بنجد البياس المسرحية ده كده اخد لها لا ناخدش اجريك رقم سبعة المدرس نصحني اشتغل كويس طب هنا يا جماعة اخد ايه اخد حرف الجار دو اللغات تتكلم انا واحدة الاخيرة لان اللغة هنا اللغات تجمع مؤنسة يبقى هنا اقول كاللانج اخد لها كاللانج حضرتكم السؤال الاخير ادخل كلمة في جملة ادخل كلمة في جملة اول فاتة احد겠어 ا�وا تتجمع او تتجمع او تتجمع او 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 طبعا احنا نبهنا كثير و اقولت حضرتكم يفضل من الطالب انه طعم ما يسيبش البرب لا انا باخد البرب اصرفه وعمل منه قملة طيب مثال افوار انفي دعين دو رغبة في اول كده جي مثال يعني باركزم جي انفي دو انا عند رغبة فيها دو وار ان فينو او سينما جي انفي دو انا عند رغبة فيها ايه دو فيزيتي لا فرنسي ازور فرنسا يبقى اما خط افوار صرفت البرب وقبتها كالفعل فين في المنظر نمو دو رقم اثنين اتر انفور يكون مستعد اقول لك مثلا اخد فربي اترا صرف اقول ايها جي سوي انفور انا مستعد ايه دو فير مي دوار تو ان اعمل وقبتها مبكرا ممكن اقول كده الانترنير المدرب ات انفور مستعد دو متر امبون استراتيجي يعني اضع خطة كويسة طيب التالت يا جماعة اتا بلاس اتا بلاس يعني الى مكانك الكلمة ديما اقولها سانوية اقول لك اذا اذهب الى مكانك ده مثال يعني احاول بكاد امكان بنعمل يعني نشكر بجد القائمين على اللغة الفرنسية انهم قدموا هذا الامتحان في خدمة طلبة يعني اعتقد مفيش طالب النهاردة في مصر خرج من اللي جان قال الامتحان صعب كل طلبة الحمدلله اجمعك بان الامتحان واللغة الفرنسية تعود للمجدال الادمتين ان شاء الله بتقول الفرنسي سي فاسيلا الموضوعين الاخرنين خدناه الحمدلله الموضوع الاول لا سومان باسي الاسبوع الماضي vous étiez مالاد انت كنت مريد ماذا ترى الامتحان؟ رأيت الدكتور احكي في خطاب لصاحبك الفرنسي ما قاله لك الطبيب ما توقعش الخطاب اعتقد خطاب سهل جدا زي ما اتفقنا طبعا المدينة والتاريخ مثلا يوم كازا شير فلان والمقدمة المعتادة وبنكتب ايه الولد راح عند الدكتور فبيقول لصاحبه ايه النصائح اللي الدكتور قاله له الموضوع الاخير وقلناه ان شاء الله قلنا الكلام ده وقلنا ده اللي جاي ان شاء الله في الامتحان وقد كان اللي هو اكتب مقال عن المبارة الاخيرة كيفوزا في فيو اونان دي كون اللي انت شفتها مبينا المكان الانودي زي كوب اسماء الفرق الانيان الفائز الانيان واسباب الفوز اعتقد الحمدلله كنت منبه اعتقدوا خلي بالكم اسباب الفوز او اسباب الهزيمة ان شاء الله جاية وقد كان الحمدلله رب العالمين هذا هو امتحان اللغة الفرنسية لعام الفين واربعتاشر هذا العام دعائي لكم بالتوفيق واشكركم على ما بزلتو معي ومعكم ونشكر القائمين على كيرودار بالامانة وما قدموه وبزلو بالامانة في خدمة هذا الوطن وفي خدمة اللغة الفرنسية اشكركم وشبركم 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 وناس للملzar رحلتنا في تنسي نتائج ويسألتك في تنسي ويسألتك في تنسي أتمنى لكم أن نجح البرد فوق إن شاء الله ميسير عمره غزي شكرا غزينا